خاخ جميع الأنبياء ورسلين سيدنا سيداتي ساداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة الأخبار الأسبوعية من قناتكم مفاتح البشر تيفي باللغة العربية والعناوين تأتيكم بعد الفوصلة خاخ جميع الأنبياء ورسلين خاخ جميع أرضغان في زيارة للجزائر لتحسين المبادلات التجارية وحماية الاستثمار بين البلدين القضاء الأوروبي اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على الصحرى الغربية وفي سوريا الجيش التركي يسيطر على بلدة ديري تون ديري السوان شمال عفرين وفي يمن القوات التابعة للحكومة تحاول استعادة السيطرة على جميع مناطق عدننا والتفاصيل تأتيكم بعد لحظة مشاهدين الكرام نرحب بحضراتكم وصل الرئيس التركي رجب طيب أرضغان مساء الأربعاء إلى مطار بلسجان بالعاصمة السنغالية داكار وكان في استقبال الرئيس التركي والوفد المرافقة فخامت الرئيس الجمهورية السيد مكيسال وعاقلته السيدة مريم فيسال وعدد من كبار المسؤولين بالدولة بينهم رئيسة المجلس الاقتصادي والإجماعي البيئي السيدة أمينة تال طالب الرئيس التركي رجب طيب أرضغان خلال زيارتنا رسمية إلى الجزائر بمزيد من التسهيلات لرجال الأعمال الأطراك من أجل زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين للمزيد عن هذه المعلومات نشاهد التالي في الحقيقة أن العلاقات بين جزائر وتركيا تحكمها طموحات تركية واضحة للتوسع على مستوى السوق الجزائرية والعمل على بناء قاعدة اقتصادية صناعية تركية في الجزائر تسمح لها باقتحام أسواق وجاورة سواء في منطقة البحر الأبيل المتوسط أو في إفريقيا طبعا الفرص المتاحة على مستوى السوق الجزائرية مؤكدة طبعا مستوى الاستهلاك مستوى الطالب المرتفعة في الجزائر والاعتماد القوي على تغطية هذه الحاجيات عن طريق الاستهلاك تشجع في حقيقة المؤسسات التركية للتواجد في الجزائر طبعا الأرقام توضح تماما الوضعية فمن جهة لدينا تقريبا 200 مؤسسة تركية تشتغل في الجزائر هذه الشركات لم تدخل إلا لأنها استغلت فرصة الفراغ الذي حصل في الجزائر بعد فترة التعييات التي شهدت تراجعا واضحا للتواجد الاقتصاد الأجنبي في السوق الجزائرية الشركات التركية دخلت بقوة في تلك المرحلة استثمرت واختحمت ميادين تجارة وميادين أخرى ميادين استناعة ومآن استناعة تركية ومن الجزائر إلى المغرب قررت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء أن اتفاق الصيد المعمول به منذ عام 2007 بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يطبق على مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها للمزيد نشاهد التقرير التالي بالقرب من هذه السواحل في المياه المغربية يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الصيد حسب اتفاق شراكة في قطاع الصيد مع المغرب منذ عام 2007 وتبعا لبروتوكولات تنتهي في شهر تموز يوليو القادم هذا الاتفاق واجه شكوى أمام القضاء البريطاني قدمت من منظمة حملة الصحراء الغربية التي تدعو إلى الاعتراف بحق مصير الشعب الصحراوي المحكمة البريطانية طلبت رأي المحكمة الأوروبية للبت بما يتوافق مع قرار محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها تم تحقق من صحة الاتفاق تفسير محكمة العدل الأوروبية يقول إننا لم نذكر بوضوحنا لقاليمة الجنوبية وأنه تم ذكرها على أساس البرامج لذلك الاتفاق لا يشمل الأقاليمة الجنوبية بحسب القضاء الأوروبي ضم المنطقة إلى الاتفاق يخالف بنودا في القانون الدولي خاصة حق تقرير المصير القضاء قال في بيان إن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته إلا على منطقته الاقتصادية الخالصة ولذلك المياه المحيطة بالصحراء الغربية ليست معنية بالاتفاق نظرا لوقع أنها ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية وزير الزراعة المغربي قال إن القوارب ستستمر بالصيد إلى حين نهاية المدة ستجري المناقشات والمفاوضات حول اتفاق آخر عندما يتم توضيح الأمور بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية المغربية هذا القرار يذكر بآخر صدر نهاية عام 2016 أمرت فيه أعلى هيئة قضائية أوروبية استثناء الصحراء الغربية من اتفاق التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب شكرا ونتجول إلى السورية انتزعت أنقرة وحلفاؤها من مقاتل الجيش السوري الحر السيطرة على بلدة دير سوان بشمال عفرين من وحدات حماية الشعب الكردية للمزيد نشاهد التقرير التالي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود التركية شمال عفرين تقع بلدة دير سوان حين تحركت أنقرة وحلفاؤها قبل عدة أيام لانتزاعها من سيطرة المقاتلين الأكراد يحيى كان أحد القلائل الذين قرروا البقاء في البلدة إلى أين سأذهب؟ إن كنت سأموت فسأبقى لأموت هنا من الآن فصاعدا يتعامل من بقي في البلدة مع واقع جديد يحدد قواعده مقاتل فصائل المعارضة هذا الشاب هو مسؤول الأمن الجديد في البلدة أول ما فتنا عداء البيت الماب المشطو بنحط له ضرب فيه مدنية بنرجع المشطو هيك مشان سلامت المدنية في الداخل تروي زوجة يحيى الأيام الأخيرة للمقاتلين الأكراد في البلدة لم يفعلوا شيئا لنا لكن في أحد الأيام قالوا لي إنهم يريدون حفيدة سيدر للالتحاق بهم قالت لي إنها تريدني أن أنضم إليهم ورفضت ذلك بعد يومين من القتال فقط انسحب مقاتل الوحدات الكردية من المكان لكن خطر ما تركوه لا يزال قائما هذا البيت اللي فجر استشهد شاب وفيه جرحة لت أخوة كمان جرحوا فيها البيت وفيه بيت لقدام كمان نفس الشيء كمان ملغم يسيطر الجيش التركي وحلفائه الآن على العديد من القرى والبلدات المشابهة لدارسوان ولكن مع استمرار وجود بعض المنازل الملغمة وتعرض البعض الآخر للتدمير الكامل يحتاج السكان المحليون إلى المزيد من الوقت تحاول استعادة السيطرة على جميع مناطق عدننا والتفاصيلات في التقرير الشالي 39 المدرع التابعة للحكومة أن تتحرك بسرعة وصلتهم أنباء عن خطر وشيء تقع على عاتقهم مسؤولية تأمين المدينة وحفظ النظام يريدون قطع أحد الطرق المؤدية إلى مركز توليد الطاقة الكهربائية في المدينة هذه القوات فقدت السيطرة على أجزاء كثيرة من مدينة عدن بعد مدول الانفصاليين الجنوبيين إلى الشارع لكنها تواصل استقطاب متطوعين جدد في هذه الثكنة المتطوعون جاءوا من مناطق مختلفة بعضهم نزح من جهة الشمال بسبب الحرب المستعرة هناك والتي دخلت عامها الرابع بعد التدريب تسجل أسماء هؤلاء المتطوعين على سجلات قوات الحكومة المعترف بها دوليا من بين مهم هذه القوات هي أيضا حماية قصر معاشيق حيث المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الجانب الآخر من المدينة تسيطر قوات تابعة للحراك الجنوبي أو المجلس الانتقالي الجنوبي هذا التعايش يراه الكثيرون على أنه تعايش هش قد ينقلب إلى صراع بين هذه القوتين كما حدث ذلك قبل شهر وفي الختام دعت حركة طالبان الأفغانية إلى محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل ثلمي للنزاع وتمثل هذه الخطوة تغيرا في استراتيجيتها للمزيد نشاهد التالي خمس وعشرون دولة تشارك في مؤتمر عملية كابل الذي عرضت فيه الحكومة الأفغانية مفاوضات سلام مع حركة طالبان نقدم هذا العرض دون شروط مسبقة للتوصل إلى اتفاق سلام الرئيس الأفغاني عرض الاعتراف بحركة طالبان كجماعة سياسية مشروعة لها مكتب سياسي رسمي على أن تعترف بالمقابل بحكومة أفغانستان وتحترم حكم القانون أدعو طالبان وقيادتها اليوم القرار بين يديكم اقبلوا بالسلام بسلام مشرق لنحمي معا هذا البلد الذي ولد نتيجة لتضحيتنا ولنضالنا هذا المؤتمر يهدف إلى إنشاء منصة لإجراء محادثات سلام أشرف عبدالغني اقترح وقفا لإطلاق النار والإفراج عن السجناء كما قال إنه مستعد لمراجعة الدستور في إطار اتفاق مع طالبان التي ترفض حتى الآن إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة في حين أنها عرضت بدء محادثات مع الولايات المتحدة طالبان تقاتل لاستعادة حكمها الإسلامي في أفغانستان بعد الإطاحة بها من قبل الولايات المتحدة عام 2001 العام الماضي كثفت واشنطن مساعداتها العسكرية لكابل خاصة عبر تشديد الضربات الجوية لإجبار المقاتلين على الجلوس على طاولة الحوار لكن الحركة تسيطر على أجزاء كبيرة في البلاد وتواصل إلحاق خسائر بالقوات الأفغانية وأعلنت مسؤوليتها عن هجومين كبيرين في كابل الشهر الماضي أسفرا عن سقوط وإصابة المئات من المدنيين ومن الأخبار الأفغانية نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية بالعربية من قناتكم بشري تيفي نشكركم على حسن متابعتكم كانت معكم في التقديم الأقطو السنجاي ونشكر الحازي الشيحجي في الجهاز الفني وكذلك في الكاميرا نشكركم على حسن متابعتكم جمعة سعيدة وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة